السلام عليكم حياكم الله يا شباب في مقطع جديد من لعبة الدارينج اليوم اخوان راح نستعرض من اهم الكوستات باللعبة والتي تشمل ثلاث شخصيات ميليسنت وقاري ومدينية اهمية هذا الكوست بسبب انه يوفر لك مكافأة اللي هي قلادة من اهم القلادات طبعا هو يخيرك بين قلادتين في نهاية الكوست لكن راح ارويكم طريقة انكم تشلون القلادتين بنفس الوقت ضروري يا اخوان انكم دائما يمتدون تكلمون اي شخصية ضروري انكم تخلصون لين ما تصير شخصية تعيد نفس الكلام المهم يبدأ الكوست في منطق التنانين او المنطقة الحمرة عند القاري شاك راح يعرفك هنا قاري على ميليسنت ورح يعطيك شوية سواليف انها تعاني ولازم انك تحصل النيدل والنيدل هذا مصنوع من ذهب صافي وضايع فلازم انك تلقاه ورح يطلب منك تقابل ميليسنت ميليسنت هذي راح تحصلونها بكنيسة قريبة من المنطقة هذي طبعا راح تترك من مكان اسمها تشيرتش اوف ذا بليك وحرفيا مكان الكنيسة هذي وراء الشاك هذا لو تشوفون وين ظهر قاري بتحصلون فيه زي الجبل فوق الجبل هذا راح تحصلون الكنيسة بعد ما تكلمونها لازم لكم ترجعون طبعا تكلمون قاري المهم بعد ما تكلم الشخصيتين هذا الممكن انك تيجي لهذا المنطقة وتقاتل الكومندر اونيل طبعا بعد ما تهزمه راح تحصل النيدل اللي كان يتكلم عليها الذهبية وراح تحصلون سلاح الكمندر طبعا راح ترجع عند قاري وراح يعطيك النيدل ونيدل هذا بتروح فيها للكنيسة عند البنت مليسنت وراح يطرع لك الخيار انك تعطيها النيدل وبعدها راح تعطيك الايتم هذا اللي هو تلزمن واللي راح يفيدك بالانتريجنس طبعا يا شباب اذا صارت معك اي مشكلة او الايتم ما لقيت او اي شي اتأكد انك تكلم مع شخصيات اكثر من مرة غير كذا راح لجريس بوينت وسوي باس تايم وقدم الوقت لليوم الثاني المهم راح تحصل مليسنت موجودة في القاري شاك ما بتحصل قاري بتحصلها وراح تكلمها وراح تروح تقدم الوقت وترجع وبتحصل قاري موجود في الشاك تبعه ومليسنت اختفت من هنا راح تروح اكثر من مكان عشان تتكلم معاه اول مكان راح تنتقلع اللي هو عند القراند لفت اوف ديكتوس فيه الليكس روينز فوق هناك ممكن انكم تمشون باتجاه هذا الروينز وبتحصلون الجريس بوينت اللي اسمه الانتري جيزينج هيل من هنا راح ارويكم المقطع وين تحصلون البنت راح تطلب منك ان تحصل الارم او يد لها فبتيجي The Shaded Castle وراح تحصلها في هذا المكان طبعا هو موجود في صندوق لكن بعد ما تخلص الفايت مع الحلو هذا راح تدخل وتفتح الصندوق وتحصل فيه المهم هذا اليد حاطيلي يا سامي يعوذ بالله المهم راح ترجع للبنت وراح تحطيها اليد وبعدها راح تنتقل الى مكان ثاني اسمه الويند ميل هايت طبعا راح تحتاج انك تهزم Good Skin وبعد ما تهزم اليابس هذاك بتحصل البنت موجودة في هذا المكان طبعا لا تنسون اذا ما لقيتوها سووا باس تايم وان شاء الله راح تحصلونها المهم المكان اللي بعده راح تكون في المنطقة الثلجية اللي هي Ancient Snow Valley Runes اذا ما خطرت بالاسم جنب الجريس بوينت بالضبط راح تكون واقفة والحمز تانسا بيدها وراح تطري مدينيا وراح تقول لك عن موضوع القطعة طبعا اذا ما كنت تعرف ووصلت هذا الكوست راح تعرفك ان فيه قطعة جمعها عشان توصل الهلج تري اللي هي المنطقة السرية اللي شرحتها في هذا المقطع اذا ما وصلت الهلج تري المهم راح تيجي للبريير روم وتلقاها جمع الجريس بوينت موجودة من هنا يا اخوان لازم انكم تجون للدرينج تشانل او الجريس بوينت هذا المهم تمسكون نفس هذا الخطأ عشان تواجهون البوس اللي روتين بوس مدرين سيتسمه علموهم فيه طريقة انك ممكن تطلع فوق قصة هذا الشجرة وتجلس ترمي عليه من بعيد وتقتله بدون ما يوصل لك هنا يا اخوان راح يطرع لكم خيارين مثل الكوستات الماضية الاصفر اللي هو تساعد ميليسنت ضد ثنتين من اخواتها راح يطبون عليها و راح تساعدها وهذا راح يفتح لك نهاية ممكن تختار هذا النهاية بعدين غير كذا بتكون عندك الطريق انك تاخذ الايتمين اللي هو الايتم اذا اخترت انك تكون ضدها وايتم يكون اذا ساعدتها المهم بعد ما تساعدها راح تحصل على هذا الايتم الروتن وينجد سورد وهنا يا اخوان اهم نقطة انك ضروري تنتبه تنزل لها بشويش لانك لو نطيت عندها راح تموت ضروري انك تنزل وتكلمها بعد ما تخلص كلامها تكلمها مرة ثانية لان ما تعيد نفس الكلام وتقول لك انا اصلا كذا كذا بموت المهم تاخذ لك لفة شوي عند الجريس بوينت وترجع بتحصل عندها الانالويد جولد نيدل وهذا اللي راح يفتح لك النهاية تبعها المهم راح ترجع الابوها الظاهر اللي هو قاري بعد ما تخلص الكلام اللي عندها بتحتاج انك تروح وتقاتل مرينيا اللي هي المين بوس تبع الهلك تري بعد ما تنجلد منها مليون مرة وتقدر تهزمها راح تقدر تستخدم النهاية هذه عن طريق انك تروح الانالويد جولد نيدل ولكن عشان تحصل الايتمين الاثنين او الترزمين الاثنين ضروري يا اخوان انك لو نزلت بشويش من عندها ما تكلمها لا تكلمها نهائيا اول ما توصل عندها اقتلها بعد ما تقتلها راح تحصل الايتم الثاني اللي هو اسمه الميليسنت بروثيس طبعا الميليسنت بروثيس هذا فايدته يسوي لك بوست للديكسترتي ويرفع العتاك باور فاحلى شي انك تحصل على الاثنين من اقوى الترزمين اللي موجودين في اللعبة عن طريق انك تقتلها اعذروني على القصور شكرا لمن تسببين القناة هنتر وبندر ومشاري ونشوفكم ان شاء الله على خير في مقاطع جاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته